الأهلي الأفضل يتفوق على الزمالك وتقدم عليه في الشوت الأول بهدفين لهدف واحد الأهداف لمحمد شريف في الدقيقة 21 والدقيقة 34 وشيكبالا في الدقيقة 31 كابتن علاء أعتقد فوز مستحق الشوت الأول فوز قلال جدا في الشوت الأول الشوت متفوق فيه في كل حاجة مع الاحتراب الكامل في الزمالك هو ما نشوف في الزمالك كده من أسهل مرات اللي بيلعب في الزمالك ضد الأهلي لأنه بدفوق في كل حاجة جماعيين وفردين وبدنيين وكل حاجة لكن لازم من نتيجة تبقى أعلى من كده لازم ما يكون في حاجة في إيدك ومضمونة لازم كنت تضغط أكتر من كده الطبيعة على فكرة مع الاحتراب الكامل في الزمالك أنت كل هجم ممكن يعني هجمتين وجول الأمور سهلة تماما كان لازم الأمور يبقى تحسم الشوت الأول لكن اللي بتمنى أن النادي الأهلي يفضل على نفس الشكل الزمالك عنده مشاكل كتير جدا 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 في كل حاجة حتى ما بيرجع نص ملعب فيش حد بيمسك حد كل المساحات موجودة كل أيام النادي الأهلي تستيرم برحيطها خالص يعني اللعبة النادي الأهلي لو لها بتلامس و لها بتحركت الأمور تبقى سهلة جدا مش مشكلة خالص الشوت طبعا بتفاوض مكتساح لنادي الأهلي شوفنا مشاكل دفاعية كتير في نادي الزمالك زي ما قال الكابتن علاء هنتكلم مع الكابتن السامو عرابي على المشاكل الدفاعية في نادي الزمالك وإزاي الشوت الثاني ليقدر النادي الأهلي يواصل ويستغل المشاكل الدفاعية في دفاع نادي الزمالك ولكن بعد الفصل اشتركوا في القناة